بعد سلسلة إطلاقات كمبيوترات الماك من أبل بمعالج M1 وتحديث المعالجات هذه ووجود سلسلة لها أكيد الخيارات زادت ويأتي السؤال في بالكم، ماذا أنسب جهاز لكل واحد فيكم على حسب استخداماتكم فمن خلال هذا الفيديو، تعرفوا بإذن الله أنسب جهاز لك ولكي والخيار هذا ببني لكم على التنوع الكبير في معالجات M1 من شركة أبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فيصل السيف، وبما أن أجهزة الماك تحدثت وبعضها تغير تصميمها وحصلت على تطورات تقنية كبيرة أكيد جاء في بالكم مش أنسب جهاز ماك لإستخداماتكم أتكلم عن باقة الماك كلها، ليس بس نوع واحد من الأجهزة فماذا الذي عليكم تفعله في الفيديو؟ مجموعة أجهزة ذكرتها، بسطتها، وأيضاً ذكرت استخداماتها شاهدوا الفيديو، شاهدوا المنتجات المختلفة وبعد ذلك ستجدوا خياركم بإذن الله الأقرب لكم سهل جداً وأبدأ بماك بوك اير ام وان هذا الجهاز هو لابتوب نحيف وخفيف الوزن بقدرات عالية أبل تسوقه على أنه وحش بثوب فراشة وفعلاً كأداءه وإمكانياته على وزنه يعتبر مرضي كتصنيع يستخدم الألمينيوم وجودته متينة وزنه أقل من كيلو ونصف وهنا التنقل ما راح يكون فيه معضلة في الشيل والوضع لابتوب نفسه الشاشة نوع 2ية، حجمها 13.3 ما هو بالحجم الضخم ولكن أكبر من اللوحي ودقة الشاشة عالية والألوان التي تقدمها جميلة ومشبأة وتعطي تجربة جيدة في مشاهدة المحتوى المهام اليومية مثل تحرير الصور البسيطة، التصفح، الكتابة، استخدام باقة بافس وحتى استخدام باقة نفس أبل وكأداء النابتوب مزود بمعالج M1 بثمانية أنوية يأتي بخيارين، الأقوى أفضل في الرسوميات بالإضافة لذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت تناسب أكثر الاستخدامات العامة، وسعر تخزينية تبدأ من 256 جيجا ستزيدوا خياركم للسعر إذا تخزنوا ملفات كثيرة وتحبوا تكون محلياً على جهازكم وليس على خدمات سهبية بطارية الجهاز تعطي متوسط 18 ساعة وتفرق بحسب كثافة الاستخدام بما أني أعطيتكم فكرة سريعة على أكثر خصائصة، السؤال ماكبوكيري يناسب مين بالضبط؟ مناسب للطلاب والأعمال حق المهام اليومية حتى من ناحية التصميم، تستخدموا فوتوشوب عليه وتعدلوا الصور بكفاءة عالية وتكلم عن صور خطوة من جوال أو كاميرا، وتعدلوا فيها تعديلات جميلة وبسيطة لا أتكلم عن صور خام أو حجمها بالقيقات أبداً حتى المونتاج ممكن أن يكون خيار مناسب لكم لو لديكم فيديوهات بسيطة أو عمودية أو عرضية هذه الفيديوهات تمنتج بشكل بسيط وحتى لو فور كي ولكن ليس عليها ليرز كثيرة وطبقات كثيرة من المحتوى وتحريره وهذا يفهم من الذين يحبون المحتوى، إذا لم يكن لديه، أنسى لأن الجهاز يقدم أداء جيد بالذات مع الفيديوهات القصيرة والطولية فهذا اللابتوب يقدم أداء كافي لأكثر الاستخدامات لا ننسى أن سعره يعتبر جيد جداً 4699 ريال تقريباً وقت ما قامت هذا الفيديو وهذا بداية السعر، وكل ما زالت في السعر التخزانية أو الأنوية ستجدون أن الأمور أعلى بالسعر، فبالتالي تعرفوا مقدار الاستثمار الجهاز أرجع وأقول، مناسب لأكثر المستخدمين إذا لم يكن لديه 3D Graphics ورسوميات ثلاثية الأبعاد وإذا لم يكن لديه فيديوهات مونتاج تحتاج كثافة عالية هذا الجهاز الكيوت، نائس الذي يأخذ معكم سفراتكم ورحلاتكم، وهناك باقات ممتازة من الخدمات وستجدون أنه يتناسب مع منظومة جوال آيفون لو جوالكم آيفون الآن أنا قلت جوالكم آيفون، فأكيد، لابد أن أذكرها قبل أن أكمل هذا الفيديو أكيد، هناك نظام مايكروسوفت ونظام مايكروسوفت ويندوز 11 الأخير وهو يمكن أن يكون مناسب لكثير من المستخدمين أيضاً فبالتالي، يجب أن أضع بعينينا الاعتبار منظومة الجوال الموجودة معك والأجهزة الأخرى وتناغمها مع اللابتوب إذا أنتم تبغوا العملية سهلة معكم في استخدام إرسال صور وإستقبال ملفات فأعرفوا أن الأندرويد مع الويندوز رائق والآيفون مع الماك رائق أيضاً أذهب إلى جهاز الثاني أقوى ماكبوك برو بمعالج M1 هو لابتوب للمحترفين هنا نتكلم على استثمار عالي وأيضاً استخدام مبني على 3D والتحرير والتصميم وهو شيء مرة كرف أحياناً فيديوهات مرة صعبة نسويها بهذا الجهاز عندنا هنا كون أنه نحتاج طبقات كثيرة على تحرير الفيديو وأيضاً سيكون مثالي لأستخدامات 3D وأنتكلم على الأشياء ليس بالاستخدام اليومي لا تحرير الفيديوهات خفيفة وفوتوشوب لأنه إذا كان هذه استخداماتكم فالبرو لا ينفعكم البرو يعطي إمكانيات عالية ويأتي بثلاث إصدارات 13 إنش هو أصغرهم وأقل تكلفة يبدأ تقريباً بـ 6000 إلا وكعتاد داخلي يجب معالج الأمواة مع ذاكرة عشوائية تبدأ من 16 جيجا وسعة تخزينية إلى 2 تيرابايت نفس الأشياء التي قلتها هو على المساحات والشاشة هنا أفضل لكن هناك توجد تتش بار وهو شاشة طولية وفوق لوحة المفاتيح وتعطي إختصارات سريعة على حسب التطبيق الذي تفتحينه ودعمه لها الشريط هذا الشريط ليس من فائضة ضخمة ولكن يساعد للمختصين مع بعض التطبيقات مثل الفوتوشوب والفاينل كت والبريمير وستنسوا مع هذا الشريط بطارية هذا الجهاز تعطي إلى 20 ساعة وتختلف بحسب الاستخدام وتجد أن كفاءة العمل مع شبكه بالكهرباء دائماً تكون أفضل وهذا أمر اللابتوبات عامة مع كل ما ذكرته، ترى هذا الجهاز أثقل وزناً بشكل خفيف جداً من أول جهاز ذكرته الماكبوك برو حجم الثلاثناش يناسب من بالضبط؟ بصراحة، كل الاستخدامات ينفع بها الاستخدامات اليومية والتحرير الصعب والفيديوهات اليومية الصعبة ومشاهدة المحتوى والتنقل إذا كنتم من الناس الذين لديكم فيديوهات بسيطة ولكن لا تنتظروا وتبغوا أداء جداً سريع، هذا الجهاز ممتاز إذا لديكم تصاميم 3D وأشياء مبنية على AutoCAD، فهذا الجهاز أيضاً ممتاز مشاهدة المحتوى والتنقل بيكون هذا الجهاز، إن شاء الله كافوا فيها ولكن متشابه لحد ما مع الماكبوك اير الأقوى وأفضل بشوية رسوميات من الاير ابتدائي وهنا يريد أن تحددوا هل تحتاجوا البرو أو الإير؟ وأرى الأنسب لكم وأرى أن أكثر الاستخدامات لما الناس تسألني بصراحة يكون كفتهم مع احتياجاتهم تميل للماكبوك اير ولا يريدون البرو إلا لأنه مسمى البرو دعنا ننتقل إلى البروات الأكبر، الـ 14 إنش والـ 16 إنش هنا نتكلم عن الشغل الثقيل للناس الذين تحتاج كل ذرة قوة من النواوة والمعالجة الموجودة في الجهاز لأن هؤلاء الاثنين موجهين لحقين الكرف يعطون أداء عالي في التصميم والـ 3D والمونتاج بدقة فائقة على الفاينل كت وحتى على باقة الأدابي المعالج هنا يتوفر بخيارين M1 برو وهو المتاح فقط مع نسخة الـ 14 ويعتبر معالج قوي ويؤدي على أكمل وجه كل شيء الذي تحتاجه الخيار الثاني M1 ماكس يأتي في نسخة الـ 16 يعتبر الأقوى ولكن الاستفادة الكاملة من قوته لا سيطلعونها إلا ناس معينة الذين يكرفون 3D بالزيادة ويفتحون 16 تطبيق وكل واحد من هذا التطبيق لا تستعملوا صحيح الجهازين الـ 14 والـ 16 شاشاتهم بنوع Mini LED مع وضوح أعلى في نسخة الـ 16 وكلها تدعم تقنية الـ ProMotion التي تمكن تردد أعلى 120 هرتز فكذا عندما تعملوا رندرة فيديوهات أو رندرة أجسام ثلاثية أبعاد تعرفوا أن تجعلوا ترددهم عالي وبالتالي تستفيدوا من هرتز الشاشة بالإضافة لوجود نتوء علوي في كل شاشة يذكرنا بتصميم الآيفونات كلهم يمتلكون منافذ غير موجودة في الماكات التي ذكرتهم قبل قليل سواء الـ Pro صغير أو Lair وهي منفذ الـ HDMI الحقيقي والـ SD Card قارئ الكروت والبطارية هنا إلى 17 ساعة في أفضل احتمالات وبصراحة نرى أن البطارية في النسخة الأقل إلى 17 وفي النسخة الأعلى إلى 21 ساعة وعلى حسب الكرف ستجدوا بطارية لا تستمروا معكم كثيراً إذا بالفعل تكرفوا الجهاز ولكن يجب أن نوضح أن الاستثمار في هذه الأجهزة يبتدأ بضعف استثماركم تقريباً في الأجهزة الماضية حوالي 9500 ريال في وقت ما قمت بعمل الفيديو الماكبوك برو ١٤ و ١٦ و ١٦ يناسبون مين كما ذكرت قبل قليل، المصممين وأصحاب الشغل الثقيل الذين يعرفوا أنهم بدأوا شغل بسيط وكل شيء مع النسخ الماضية ومن ثم وجدوا الجهاز لم يعد خارجهم ويقدروا أرباح كفيلة بأنهم يستثمروا بهذا الجهاز وأكيد لا أقصد أن يحبوا التصفح والأعمال المتوسطة الجهاز ثقيل وشاشته كبيرة وهالأمرين يكون ولا شيء مع الاستثمار العالي إذا كان الشخص المستخدم محترف لدينا بصراحة الأجيزة فيه مرة ممتازة يحتاجون قوة رسومية مثل After Effects، تصميم 3D مع برامج وتطبيقات AutoCAD ومنتاج وتحرير فيديوهات طولية بدقة فائقة مثل 4K أموركم مثل العزل رغم أن هناك كفاءات كثيرة في هذه الأجهزة لم أذكرتها وأعرف أن هذه الكفاءات تمتد إلى 8K أو أكثر من ليلر ولكن أنا أتحدث عن العموم ومن يستفيدون منها جهازين، دعونا نطلع من اللابتوبات وندخل على أول جهاز مكتبي وهذا الجهاز هو iMac M1 كأنني أتكلم عن ماكبوك اير من ناحية أن هذه فئة الدخول على الأجهزة المكتبية فالجهاز يعتبر جيد، نحيف، رائع، مرتب جداً حتى كشكل يعتبر عصري ويضيف لمسة على الطاولة والألوان حتى مختلفة لون الذهبي، واحد من أكثر الألوان التي جذبت الناس في إطلاق هذا الجهاز معالجه M1، نرجع للمعالجات الأساسية مع ذاكرة عشوائية إلى 16 جيجا وتعطي كل ما يحتاجه شاشة بدقة 4.5K من نوع الريتنيا وتعتبر جميلة ومناسبة لمشاهدة المحتوى وتحرير الصور والكاميرا أمامية فيستايم HD تصور دقة 1080 وفيها تتبع الحركة هذه الستيج وإذا كان لديك اجتماعات، تأتي بأمورك طيبة تزوم آت، تزوم إن، فوكس عليك وكما الجهاز هذا يناسب ميم بالضبط بصراحة، كأنني قاعد أتكلم على الفئة الأولى من الناس ولكن ما يحتاجوا يشيروا يردوا الجهاز معهم يناسب الاستخدام المنزلي، المدرسي، المكاتب يعطي تجربة يحتاجوها الناس وهي التجربة اليومية المعتادة مع استخدام يومي، وأيضاً تقدروا تحضروا اجتماعات وأعمال مكتبية وكثافة قليلاً عالية، وكأداء تقدروا تسوي عليه منتج بشكل بسيط ولكن لا تكثروا في الليرات، وحتى تصميم الفوتوشاب يمشي في خارج يموره طيبة على المصممين المبتدئين فكأنني رجعت لفئة ماكبوك ولكن هنا نعرف أنه جهاز مكتبي، شاشة كبيرة، أموره ممتازة، كل شيء في قطعة واحدة، وأسلوبه وستايله مرة رائق هنا أحياناً الشركات والأفراد لا يريد أن يكون الموظف قابلية يأخذ الجهاز ويذهب فيه لا تكتب، وماذا تشيل هذه الشاشة ويأتي معها كل مرة ويأتي؟ فهذا خيار ممتاز لهذه الناس ولكن الأفراد الذين يحبوا الشغل ويتنقل معهم، سأرجعهم للماكبوك سأكون نسخة اللي ذكرتها بداية الفيديو نأتي الآن لوحش أطلقته أبل مؤخراً، وهو ماك ستوديو مع الشاشة نتكلم على 16 ألف ريال كأقل استثمار، وهذه نسخة M1 ماكس التي تأتي بقوة عالية وفيه غيرها، أقوى منها M1 ألترا أقوى جهاز يجمعون للأستيديو، تقريباً نتكلم على استثمار فوق 40 ألف ريال مع الشاشة هنا نتكلم على معالج، هناك 20 نواة معالجة وفيه 64 وحدة معالجة رسومية تقريباً نقدر أنه وحش من ناحية المواصفات فتخيلوا، سعة تخزينية تصل لـ 8 تيرا وكل ما زادت هذه الأمور، يوجد دفع الفلوس أكثر المنافذ موجودة وليس تحتاجون أداقترات منفذ شبكة، منفذ HDMI، USB، Thunderbolt نصخة الرابعة، وتقريباً ما رح تشيلوا أبداً هم المنافذ ولكن الآن، ماك ستوديو يعتبر مناسب لمن؟ الجهاز هذا هو استثمار عالي، ولكن وحش، وللحين لم أرى أحد يستغل هذا الجهاز بشكل كامل بصراحة، مهما أفعله إلى الآن وأصلاً، أبل لم أشعر لكم قوة المعالج إلى الآن هذا الجهاز يستخدمون معالجة كبيرة، سواء 3D أو فيديوهات بطول الساعات، وكثير من الأفكتات أو حتى تعديل الصور بحجمها الرو والضخمة، ويحتاجون طباعة الصور بأحجام كبيرة ويحتاجون هذا الجهاز أيضاً، يعرفون أنه ثابت، بدون أن يشيلوا أو يشيلوا همه وكونوا على الكهرباء، فقد يعطي الطاقة كاملة لكن ستحتاجون شاشة خارجية، وهنا أبل وفرت أحد الخيارات وسموها Studio Display تجربتنا لهذه الشاشة بصراحة رائعة إلى حد ما، لديها مراجعة كاملة على نفس القناة وأرجع وأذكر أن هذا الجهاز كأقل استثمار بـ 16 ألف ريال، وهي حوالي 4000 دولار وكسر حسناً، مع هذا الفيديو، لاحظتم أنه وضحت لكم أهم مزايا وخصائص كل ماك M1 كل جهاز ماك من لابتوب إلى مكتبي بمعالج M1 في السوق إلى وقت هذا الفيديو لو تابعتوا، ستشاهدوا النسخ القادمة، لأنه متوقعين شيء بمعالجين ألا ترى، لا أدري ما هو أبل يذهب هذا التوقع، وهو بالفعل شيء مثل دول بروسسينج فهذه تصميم الهندسة بطوء وأكيد، من هنا تقدروا تختار الجهاز الأنسب لكم؟ أعطولي، أراءكم في نفس وصف الحلقة وأكيد، أجهزة الماك تعتبر أحد الخيارات على المنظومتين الأشهر في العالم وهي نظام الويندوز 11 والماك أو اس وهنا نعرف أن كل جهاز يعطي مزايا أكبر الذين يحبون التجميعات، لا يوجد أبداً تجميعات على الماك، فالويندوز أقرب لكم والذين يحبون الجهاز المساند المسلس في الاستخدام والذين يعطي كفاة عالية، إذن الماك هو الوصل له أكيد وأكيد أذكر أن معالجات M1 هي سلسلة معالجات S&OCs من أبل وهي فيها System on Chip، وهي فيها النظام على نفس الشريحة وبالتالي أبل صممت المعالج وصممت النظام وهذا الأمر لا يوجد موجود في ويندوز إلا في أجهزة السورفز فماشاء الله، باقة الماك جداً كبيرة، نهاية الفيديو وكل فيديو، قلوا لي رأيكم في التعليقات سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أراكم على خير بإذن الله شكراً عودة